حسناً، هذه يا محفظين السلامة ستكون أسلاك قوي بيست واسم على مسمع لأن هذه الأسلاك ستكون آخر طقم أسلاك تحتاجهم يعطيكم الصح والعافية معاكم أحمد وعريكي بداية هذا الفيديو لا تنسونا هل نمدعاكم الصالح؟ أسأل الله يثبتهم وينصرهم وفقعوقهم ويا ربو يرحم شهداءهم اللهم آمين وتأكد تشوف الرابط الموجود تحت هذا الفيديو سيكون برعاية في الانتفق بل تستطيع تحصل هذه الأشياء وآلاف من المنتجات الثانية ليس فقط من قوي فقط من مركاتهم قوية هذا القوي بيست الذي ستحصله الذي سيجمع لك كل الأشياء التي ستحتاجها من ناحية الأسلاك لديك تايب سي لديك هم باعت من آيفون من ناحية اللايتنينج و لديك كم شغلة ستحصلها ثاني هذا سيكون سلك تايب سي تقليدي معينه قصير ستستفيد منه عند تلك تركبه مع الالتفاق لأن الفكرة ما فيها لأول مرة سيكون لديك إكستنشن سيستم متكامل من ناحية الأسلاك التي تحتاجها يجب أن تركبها وتقوم بها من ناحية البرغي و سيصبح لديك سلك طويل تقليدي حتى يصبح لديك تايب سي إلى تايب سي و نهائيا لا يجب أن تحاتي من ناحية الجودة والوزن لأن هذا البرغي عندما تتيت سكرة سيقدر يتحمل أوزان ثقيلة في حالة إذا كنت لا تجعله يكون مريح أما السلك الثاني بالنسبة لي هو ها 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 هذا الكويل سيستم اللي انت ممكن تحصله بأي مكان حاطيلك قصرا على العلبة الوارنين انه كثير ممكن انه يتحمل فعلى السلك العادي 5 كيلوه مع كويل رح يكون 10 كيلوه تخيل ان هذا السلك اللي رح تقدر انك انت تسويه انك تسوي له إكستنشن مع USB Type-C Type-C أو إذا كنت حاب تسويها بعد USB Type-C إلى USB Type-C Lightning فتقدر تشحن في كل الجهازة والحلو في الموضوع لانه ميل في ميل تقدر ها ها بعد تسكرة على عمره بوقت تعدم استخدامك حقه أما انت كان عندك السيستم الآيفون ما قبل الآيفون الخمسة عشر وتحتاج انه يكون عندك لايتنينج شركة غون ضبطتك مع البيست كابل مجلو كيت ميت فور آيفون حق اللايتنينج هذا معناته انه لا تحاتي حتى حق الآيفونات اللي ممكن تكون موجودة عندك قبل اصدار الخمسة عشر اللي يدعم لك USB Type-C رح تقدر تضبط الموضوع مع السلك Type-C الى اللايتنينج اللي راح يكون موجودة هنا ورح يركب اكيد على اي بندل موجود عندك ان كان الكويلنس ما قاعد تشوفونه هنا تقدر حين تسوي راسي كون Type-C مع اللايتنينج او تقدر تركب على السلك التقليدي وغير هذا كله يا جماعة الخير راح يوفروا لك شركة قوي مثل ما انت شايفين هنبعد داخل العلبة هذا الغطاء السيليكون اللي تقدر تحط فيه كل اسلاكك لا وهم بعد شنو هنبعد شنو هنبعد داخل اي با هذا الحزام عشان تقدر انت تربط السلك براندد قوي فالشديد تقدر انت تطمن انك انت محافظ على اسلاكك مثل ما انت شايفين تقدر تحط الحين هذا الكويل يكون موجود داخل الغطاء ماله وعندك هذا السلك العادي التقليدي هنبعد تقدر تسكره بهذا الشكل وتحطه هنبعد داخل الغطاء ماله اما هذين الاثنين اللي فيهم Type-C وليتنينج Type-C تقدر انك انت تربطهم بالحزام بهذا الشكل وما تحطي انهم هنبعد يضيعون وهم راح تقدر انك تدخلهم داخل العلبة بيست كليكشن كيبل من شركة قوي اخر طاقة مسلاك ممكن انت تحتاجهم وتطلع بس يا جماعة الخير سمحنا على طال الكسور سالون تكم تعيشون احمد بعريكي فمالله الكريم